أقام سعادة السيد أحمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية حفل استقبال بالعاصمة موسكو وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية قد حضر الحفل سعادة السيد سيرجي فيرشنين نائب وزير الخارجية الروسي وأعضاء البرلمان الروسي وكبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية وممثل الجمهوريات في الاتحاد الفيدرالي الروسي في موسكو والسفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في موسكو وسماحة النائب الأول لمجلس شورى المفتين لمسلمي روسيا الاتحادية وكبار رجال الأعمال إلى جانب عدد كبير من الشخصية السياسية والثقافية والإعلامية الذين قدموا التهانية لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة واستعرض سعادة السفير أحمد عبد الرحمن السعاتي في كلمته تطور العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية مشيرا إلى أن البلدين سيحتفلان العام القادم بمرور ثلاثين عاما على التبادل الدبلوماسي بينهما متطلعا إلى المزيد من التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة من جانبه هنأ سعادة سيرجي فرشينين نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية مملكة البحرين بأعيادها الوطنية مشيدا بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في مختلف القضايا الدولية التي تصهم في تعزيز السلام والأمن والتعاون بين دول وشعوب العالم وأضاف سعادة نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية بأنا موسكو تثمن عاليا العلاقات الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين والتي تمتلك جذورا تاريخية عميقة ترجع لسنوات بعيدة من العلاقات بين الشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر